أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا نستكمل في محطتنا الأولى سلسلة تغير عدساتك اللي كان تحدث عنها دكتور طالب تكيدك خبير تنمية بشرية مع زميلاتي في لقاءات سابقة مع زميلاتي في لقاءات سابقة هيك اليوم نتحدث عن عدسة الآخرين التي يهتم من خلال الشخص لما سيقولوا عنه الناس وكيف يمكن أن لا يعير اهتماما لكلامهم السلبي تحديدا نحن نحكي أكتر عن هذا الموضوع من رحب دكتور طالب كيف حالك الله يستطيع أصبحتك تمام الحمد عجقة المدارس والعودة إلى المدارس وأزمات الصباح وأزمات الصباح بالضبط على كل حال أكيد يتمنى عام دراسي موفق للجميع إن شاء الله دكتور خلينا نسترجع الحديث عن عدسات غير عدساتك وما تحدثت فيه في آخر محطة هي مرتين الفكرة هيكي بعجالي أنه أنا بدي أطلق أعمل إشي بحياتي فببدأ من الواقع وهي بدأنا بعدسة الواقع إنه هل الإشي اللي بدي أياه فعلاً واقع أو لا؟ ومين بيحدد شو يعني واقعي؟ بعدين عدسة الكمال إنه أنا لازم أكون بيرفكت من أول مرة ولا بنفع أبضى بأقل درجة وأتحسن وأنا ماشي بالطريق بعدين طب أنا اشتغلت الناس قالت لي شغلك ممتاز كل احترام مدحتني كيف أتعامل مع هذا المديح؟ ورجينا كيف إنه مرات عدم معرفة كيفية التعامل مع المديح ببسد علينا شغلنا أو فرحتنا بشغلنا وبعدين طيب تعثرنا شو نسوي إذا تعثرنا؟ نلجأ لما خيزنا القوة ولا الضعف؟ بعد ما خلصنا من هاي طب رحنا للمشكلة الضعف إنه نعمم الإشي اللي صار على الأشخاص وعالأحداث اللي بتسير معنا ولا لأ وبنفس الوقت بعد الوقع وبعد التعميم صار بدد إشي يدفعنا عشان نقدر نكمل لأنه بعد نص الطريق صار بدها دفعة فمن هون حكينا عن الدوافع وبعد ما مشينا وطلعنا كملنا هلأ ممكن يطلع لنا ناس وهذا موضوع اليوم إنه يجي يقولوا لنا شغلك سيء شغلك مش نيح بيقولوا عنك كذا شخص وصل عمره أربعين خمسين ستين سابعين سنة وبده يبدأ يعمل تغيير معين بحياته وأكتر مثلا من نسمع تعميم من عدسة الآخرين نشبك عدستين هلأ مع بعض هو بعد ما شاب ودو الكتاب ما فيها إشي اسمه شاب في التغيير وفي التعلم أنا لو صار عمري تسعين سنة بقدر لسه أتعلم إشي جديد وبقدر أبدأ أغير ما عندي مشكلة طول ما عندي صحة وعندي نفس فيه إمكانية أنه أصنع تغيير السن ما إله علاقة بالموضوع درجة التعلم ما إله علاقة بالموضوع العلاقات والخبرة ما إله علاقة بالموضوع فهل بيأثر كلام الآخرين بحياتنا؟ هالبا آه وعدسة الآخرين إذا أدركنا وجودها بسرعنا قدرة على تغيير تأثيرها على حياتنا هي يمكن الجملة الشهيرة في هذا الموضوع أنه الشباب شباب الروح لكن في جملة تانية كمان اللي هي إنما تشيبوا الهمم يعني في ناس كتير بتكون عمرها عشرين ثلاثين سنة لكن معتها هاي الهمة ومعتها هاي الطاقة في المقابل في ناس كتير بعمر السبعين زي أذكر يوسف شهين المخرج العبقري يعني لمساء له زاهي وهبي إنه شو نفسك لسه في الحياة؟ قالوا أنا نفسي أتعلم إنجليزي يعني تخيل في عمر السبعين يعني هلا لأي حدا ممكن تقول له زعال تعلم هو عمره ثلاثين سنة يمكن أو عشرين سنة خلاص راحة علي يعني يعني وشيحة تعلم لغة لغة جديدة وهي بتعتمد على كيف الناس بتنظر للحياة وبتنظر للأمور لأنفسها وللكنام الآخرين أو نظرات الآخرين صحيح وقدرش في كتير ناس شفناهم محتف على المصور فلسطيني إنه بعد سن كبير بعد الستثين يمكن نجعوا لمقاعد الدراسة ونرجعوا استكمل الدراسة دكتور كيف إحنا ممكن نحارب هاي الطاقة السلبية القادمة من الآخرين بي يعني وضعنا في خانة معينة ووضعنا في هاي الخانة وفي هذا التعمين في هذا النمط إنه الكبير ما برجع بتعلم ما برجع أو حتى مثلا على مستوى أشياء أبسط من هيك إنه يمكن الرياضة اللبس الألوان إنه شايف حاله صغير أو إيش بيقولوا اللي مستضلة متصابي متصابي دكتور إبراهيم الفقه الله يرحمه كان عندي جميلة حلوة يحكيها قال لك أنا شاب عمري 58 سنة فالشباب إشي متل ما حكياتي قبل شوي الشباب إشي وسنك إشي تاني هي منظمة صحة العالمية مؤخرا طلعت يعني الأرقام إنه من 25 للإشي و 60 يعني لهم هذول شباب هذا لست شباب هذا لست شباب يعني يعني فيه فكرة قرأتها أنا عن واحد زلم كبير بقول لما بتوصل عمري 50 سنة أعد اكتشاف ذاتك إنه بداي وشي بصير حياة من النوع جديد ومقولة تاني حتى لتقاعد بموضوع العدسات إنه لما بتتقاعد منفكر إنه خلاص خلصت الدنيا هي بدت دنيا جديدة فكتير شغلات كنت بدك إياها ومأجلها مأجلها مأجلها لأنه ما في وقت على فرض إنك وصلت سن التقاعد هلأ عدسة جديدة مش أجلو يحكي عن الناس أبدأ أكتشف حياة جديدة بطريقة جديدة عفوا يعني وكمان عفوا عن مقاطعة الرسول محمد يعني عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الرسالة هو 40 سنة يعني كل النضج وطبعا هو سن الحكمة يعني أكيد 40 سنة لكن كل الفتحات وكل النشر الرسالة الإسلامية وكل المعاناة والهجرة مما كده المدينة يعني بعد الأربعين فنازة كتير أنا بتيجي لتحكي لهم أربعين كيف راحت علينا ما هي لي راحت علينا لأنه سمعنا اللي قبلنا بقولوا راحت علينا هي عدسات الآخرين بالضبط اللي بنقصدها وسمعوا المحيط المحيط بالأسرة القريبة ومحيط المجتمع اللي أنا موجود فيه محيط الثقافة المجتمع ككل مش بس القرية أو العائلة كلهم بيحكوا نفس الإشي وكله بنسخ عن بعض نفس الكلام وما حدا مدرك معنا أو من وين أجع فبصير الكل بيكرر 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 مع مرور التكرار بصير فيه دايمومة لأنه التكرار بيصنع دايمومة فتصبح وكأنها منزلة هاي الجملة ومنصير نصدقها وما منناقش حتى وجودها أو صحتها من خطأها هذا برجعنا لعدسة الواقع لأنه هالي الكلام اللي بينحكي فعلا واقعي ولا هوا مجرد خيالات أو مجرد آراء لآخرين هون بيرجعوا بربطوا العدسات مع بعض لأنه بصيروا يساعدوني بس دكتور كيف الواحد ما يتأثر بهذا الموضوع كيف ما يسأل حال هذا السؤال أنه هل ممكن هؤلاء الناس اللي عم حكوا لهذه الحكة يكون معهم حق أنه يمكن أنا غلطان يمكن أنا فعلا في جهلة الأربعين خليها نقوم إذا تذكري أول حلقة عملناها بتعريف العدسات حكينا أنه أنا ممكن أكون لابس نظارات عدسات لون أزرق لون أحمر وبتطلع على مشهد خارجي والشخصين اللي لابس عدسة حمر أو زرقة رح يختلفوا مع بعض أنه هاي لونها أحمر لأزرق لأحمر لأزرق وصير إشكالية حلها بيبدأ بإدراك أنه أنا لابس عدسة لون أزرق أو عدسة لون أحمر ولما جينا نقول عن عدسات الدماغ أنه عدسات الدماغ غير مرئية ومشكلتها أنه سهل عدم إدراك وجودها فإذن هنا النقطة الأساسية اللي بدأنا كل فكرة العدسات منها وهي بكل عدسة ترجع لنفس نقطة الأساس أول خطوة للحل هي الإدراك الواعي لوجود هاي العدسة أساسا أنه أطلع أنه فعلا هاي العدسة موجودة عندي لأنه في ناس ممكن تيجي تقول أنا ما بيهمني كلام الآخرين يحكوا شو ما بدهم طبعا هذا على الواجهة من جوا بيبقى عنده شعور داخلي أنه لا أنا بهمني وتصرفاتنا اللاشعورية بحكمها شو منحس مش إش منفكر دكتور هادة أديش منتبط بالثقة بالنفس؟ بالثقة بأديش إحنا يعني كل الأمور المرتبطة فينا على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي على المستوى الأكاديمي والثقافي بيأثر إذا إحنا منصدق ومنتزع عثقتنا بأنفسنا إذا منسمع كلام الآخرين؟ نأخذها بطريقة شوية معكوسة بما أنه منحكي عن عدسات نأخذ عدسة تانية هي الفكرة مش الثقة بالنفس الفكرة لأي درجة أنت ملتزم بأهدافك كل مكان عنده التزام الإيمان أنا ممكن أكون مؤمن بهدف ولكن مش ملتزم أني أعمل كل شيء بيلزم ينعمل حتى أوصل للهدف فالالتزام هو أدي أنت مستعد تدفع من وقتك وجهدك وتفكيرك ومالك لحتى توصل لهدفك فكلما كان التزامي أعلى بأهدافي طبيعي بتكون ثقة بنفسي أعلى وتأثري بالآخرين بيكون أقل وهنا نأخذ مثال بسيط أي شخص يتخيل لما كان بده حتى منه صغير بده إشي بقوة من أهله ما كان لو حكوا عنه غلط لو حكوا عنه سلبي لو حكوا قالوا لا لو شو ما عمله بده ياخد هذا الأشي بده ياخده والسبب كان التزام عالي طب نطلع عشر سنين للأمام بدي شيء معين بس بطل فيه نفس درجة الالتزام فما أخدته إذن المفتاح أنه أدرك أنه فيه عدسة وثنين أرجع أفحصه لأي درجة أنا ملتزم بالوصول لهذا الهدف إذا عندي التزام عالي كلام الناس ما رح أكثر فيي أجنانك للأسف كثير من النسر اللي بيكونوا بالفعل عندهم هذا القدر العالي من الذكاء والإيمان بقضية معينة أو الإيمان بأنفسهم أو الإيمان بموهبتهم بس ما عندهم هذا الالتزام يعني ما بيقدروا يتعبوا أو ما بدهم يتعبوا وهم بيصيروا يقولوا أنه أنا ما ليش حظ أنه أنا موهبة مدفونة يعني لكن هم ما كان عندهم هذا الالتزام للمثابرة وبضيع هذه الموهبة وإحنا عرفت الحظ أكثر من مرة أجمل تعريف لهذا الحظ قرأته أنا وجدا مقتنع فيه الحظ هو التقاء الجاهزية بالفرصة إذا أنا كنت جاهز وأجد فرصة والتقق مع بعض هاي الحظ إن إجد فرصة وأنا غير جاهز ما ألتق مع بعض أخذ شخص تاني يا الله شو محزوز أو يا الله شو جاهز إنه كان جاهز فأخذ هذا الفرصة فأخذ هذا الفرصة فأنا بجهز حالي بجهز حالي للإشي اللي أنا بدي يا درجة الالتزام اللي موجودة عندي وبهاي طريقة ممكن أطلع لأقدام فممكن أن أجد نمط من الأشخاص يقول أنا ما بفرق معين شو الناس بتحكي وحقيقة هو بتفرق معه فهون بسوى إنه نكون صدقين مع أنفسنا مش قدام الناس على الأقل بيني وبين حالي وشغلة تانية بسوى كمان إنه أجي أفكر إنه ممكن أنا بهمني كلام منسين من الناس يعني في أشخاص معينين فئة معينة من الأشخاص بهمني رأيهم في اللي أنا بشتغل فيه وفي أشخاص تانين لو حكوا شو ما حكوا ما عندي إشكالية دكتور هل من المفيد أنه نستمع للأراء السلبية في هذا الموضوع ولا نقول إنه خلط مما نسمع لأي حدا سلبي بديش أعرف أنا الناس شو بتحكي عني أنا بس بدي أسمع للناس هذول اللي هم منسميهم السبورت سيستم يعني أو السبورت جروب يعني مجموعة داعمة وبس بديش أسمع أي كلام ممكن يثبتني أو يثبت عزيمتي هلا هون كمان عادسة كيف بيطلع لرأي الآخرين هل بطلعه على إنه رأي ولا بطلعه على إنه تغذية راجعة شو الفرق بين التنتين الرأي بيبقى فيه أفكار ومشاعر مصحوبة بالأفكار تغذية الراجعة ننتزع المشاعر وناخد بس الأفكار وهدي مهارة بقدر أدرب حالي عليها إنه أخد آراء الآخرين كمعلومات وأحيد الشعور أو الطاقة السلبية المرفقة مع هاي المعلومات ومش كتير سهلة ومع ذلك شوية التدريب ممكن تسير صحيح لأنه في ناس كتير تتأثر عاطفيا يعني في ناس تزعل أو تنصدم من أشخاص معينين حتى أقرب الأصدقاء ممكن يكونوا محبطين مهارة مكتسبة هي يعني أنا بأيام بحث الدكتوراه واحدة من الأشخاص اللي كنت أستشيرهم وهي سبقتني في المجال اللي أنا كنت عم بشتغل فيه فطالب منها استشارة خاصة كنت فمنحكي في موضوع معين وأنا منتظر نتائج إحصائيات من أشخاص أنا مدفع لهم الفلوس عشان يعملوا للشغل وتأخروا علي بالنتائج فأنا اتأخرت بالتقرير اللي مفروض أبعته للدكتوراه هاي فبعتت إيميل أول مرة تانية مرة بتقولي إنه أنت تأخرت فبعتت إيميل إنه ببرر ليش أنا أتأخرت لأن الشيء مش بإيدي مرفق وبعدين حددنا جلسة على سكايب وعم نحكي أنا وياها فبتقولي طالب اسمعني كتير منيح اللي عم بحكي لك إياه لاه سلبي وله إيجابي هو مجرد تغذية راجعة هي مجرد معلومات خدها اعمل فيها إيش ما بدك فأنا لا بنتقدك ولا بمضحك بعطيك مجرد معلومات كتير أعجبتني العدسة هاي إنه أنا أخد أرائي الآخرين على إنها مجرد معلومات إن أعجبتني فبستعملها وإن ما أعجبتني برضو بستعملها وبحيد المشاعر وهاي مهارة ممكن أدرب حالي عليها شب يوم وليلة صح ولكن قابلة للتطبيق وقابلة للكسب صحيح يعني هي مهارة صعبة كمان إنه يعني ما نزعل أو ما نتأثر بالآخرين نرجع لتعريف الصعب بعد سيئتنا الصعب هو الذي لم نتدرب عليه كفاية حتى الآن شو يعني صعب ما تدربت عليه كفاية إذن ارجع تدرب عليه تدرب عليه عشرة عشرين ثلاثين مرة ببطل صعب بصير سهل دكتور هل السن بيأثر؟ هل كل ما كنا أصغار نتأثر بالآخرين أكتر؟ نتأثر بأهلينا طبعا لما الواحد بيكون صغير السن المراهقة حتى يعني في مجتمعاتنا العربية لساتنا منكم مرتبطين يعني إلى السن العشرين وبعدها بأهلينا وأساتنا يمكن وأصدقائنا هل لما الواحد بيتخطى هذا العمر بيصير موضوع أسهل وتأثيره بالآخرين أقل؟ هو الموضوع ما صار أسهل أو أصعب هو الناس عم تحكي من مئات السنين وكمان لمئات السنين الفكرة إنه قداش درجة النطج اللي عندي ودرجة الخبرة العملية في الحياة لوزن أراء الناس وتأثيرها على حياتي بعمر خمستاش لعشرين سنة بتوقع إنه تأثير الناس رح يكون كبير بواقع حياتي على عمر أربعين بكتشف إنه الناس لا يتهمني وهذه النقطة كانت تنزل على الفيسبوك من فترة لأنني يدعى إنها جاي من علم النفس ما عندي فكرة بس أعجبتني إنه بعمر العشرينات لغاية العشرين سنة بهمني كثير شو الناس بتفكر عني على عمر أربعين بكتشف إنه بطلي همني ما بهمني شو الناس بحكوا عني وعلى عمر ستين بكتشف إنه ما حدا كان الآن فيه أصلا هي كلها عدساتي أنا اللي كنت محملة الزيادة عن حجمه الطبيعي فإن كانت صحة إن كانت غلط فيها استشعار لبعض للاتجاه نوعا ما إنه ممكن يكون صحيح وبهاي بتحدد إذن هي عدسات والتي تغير ما بين عشرين لأربعين لستين هي عدساتي وتغيرت بإحتكاك الحياة وهن تيجي فكر تغير عدساتك أستنى أربعين سنة لا يتغيروا ولا أخدهم بشهرين ثلاثة في تدريب وأبدأ أوعاهم على البدري وأكسب أربعين سنة بحياتي صحيح، والجميل دائما لما الإنسان يحقق مبتغى يعني يحقق الهدف تبعه وبعدين كل الناس اللي كانوا بيحكولون أنه أنت ما بتقدر أو يكانوا يعني ثبطوا من عزيمته يعني يعطيهم هاي النتيجة يعني خلاصة كل المواجهة مواجهة العالم في هذا الموضوع دكتور قديش منحتاج تحدث عن الالتزام يعني وتحدث عن قديش ممكن كمان نحيد المشاعر عن المعلومات قديش بدنا وقت خاصة إحنا مبرمجين يمكن كمان بالتأثر بالآخرين وسمع كلام الآخرين وفي مجتمع يمكن بعيش على القيل والقال بدنا نربط الوقت مع الأوزان بمعنى أنه أنا لو حكيناها أكتر من مرة إذا بروع على نادي حديد كمال أجسام وبيدي أرفع أنا اليوم 200 كيلو جرام طبيعي ما راح أقدر فقدي بدي وقت لأرفع 200 كيلو جرام وممكن يأخذ معي سنوات طويلة جدا لكن إذا أنا بدأت في نادي ودخلت في منظومة تدريب المهنية أو محترفة مع مدرب متخصص مع شخص يعطيني تغذية صحيحة وبرنامج يكون صحي زائد رياضي أني ألعب بطريقة صحيحة وبدأت بأوزان خفيفة 20-30 كيلو ممكن خلال سنة أوصل إلى 100-150 كيلو سنة سنة ونصب أوصل إلى 200 كيلو بتدريب احترافي ونفس الشيء بالمهارات فإنه أنا ببدأ بأوزان خفيفة وبطلع شوي شوي لأوصل إلى 200 كيلو فممكن تأخذ معي سنة بأقصى الظروف صحيح هناك جملة جميلة للإعلامية الجين عمران بتلقنا في هذا المجال سألتها أحد المذيعات عن عمليات تجميلة التي تعملها فهي تقول أنا جملت نفسي من الداخل جملت شخصيتي لكن هناك الكثير من لا ينتبهون لهذا الأشي أو لا يتحدثون عن هذا الأشي فكثير مهم أنه يأخذ معنا وقت أنه نحن نتغير ونصير أجمل ونختلف عما كنا سابقة في هذا الموضوع بدي أسأل سؤال لدكتور تحدثنا عن الكمال يمكن في مراحل سابقة أو في علاستات سابقة في أنه كيف هل أنتظر عشان أكون أنا كامل عشان أبلش ولا بقدر أتدرج نظرة الآخرين في هذا الموضوع أنه لما شخص يكون عنده ضعف معين ويظلهم ماخدين عنه هاي الفكرة ما بتتغير أنه لو شفو بعد عشر سنين وهذا الإنسان شتغل على حاله وطور حاله وصار أحسن مثلاً إذا كان عنده ضعف في اللغة مثلاً أو ضعف في مهارة معينة وتميز بظلهم مش مصدقين بظلهم يقول لا لا نحن نعرفه نحن نعرفه من قبل عشر سنين ما كان الشيك وهو كان صعب إنهم يقبلوا إنه الشخص هدا تغير وبالنسبة لهم خلص إنه لازم الكامل يكون من البداية يعني هو هيك زك إنه إحنا ولدنا يعني كامل هلا هون بلزم نعمل تحديث للنظام ترى في كيف بجوالاتنا أو الأجهزة المحمولة اللي تكون معنا كل فترة وفترة بيعمل أبدات السيستام لا بعمل أبدات عشان يشوف شو صار فيه متغيرات فالخرائط الذهنية اللي إحنا بنناها أو الفكرة اللي بنناها عن شخص ما بعد فترة من الزمن طالت أو قصرات راح الواقع يكون يتغير لأن الشخص هذا تطور للأسوأ أو للأحسن هو بالآخر صار فيه تغيير وتطور على شخصيته إما سلبي وإما إيجابي وبالتالي كل فترة بس وإنه نرجع نعمل أبدات للطبيعة علاقتنا مع الأشخاص وين صاروا اليوم لأن الثابت الوحيد في هذا العالم هو التغيير ما في شيء يبضل ثابت الدنيا دائما بتتغير هذا الشيء الثابت الوحيد في الدنيا أنا موضل إشي علما هو فالفكرة مرة تانية أنه أنه صح بتعرفوني من أنا صغير بالنهاية كل واحد هو صغير كان ما يعرفش يحكي وبعدين طلع أن الناس الرائعين الموجودين في العالم اليوم بالبدايات ما كانوا يهرفون وجملة كثير حلوة لواحد من مدربين الرياضة كثير أعجبتني ولفتت انتباهي في أحد الكتب قرأتها أنه دائما تذكر أنه أبطال العالم في الجري بدأوا أول حياتهم بتعلم المشي فإنه لا تتوقع أنك تكون محترف أنت ممكن تصير بطل عالم وعادة جدا تبدأ وأنت بتمشي لهيك أشخاص الكمال من قلهم دائما ابدأ أنت مش مطلوب منك تكون رائع عشان تبدأ ولكن أغلب الظان مطلوب تبدأ عشان تصير رائع فهي الفكرة بسوأ أنه أخذها وأفكر بأراء الناس على أنها فيدباك هي تغذية راجعة لا هي سلبية ولا هي إيجابية دائماً كل الاحترام لكل شخص بشتر على حاله أكيد وهو كمان يتعب عشان يوصل أحيان كثير في ناس كل حولهم يتعبوا عشان هم يوصلوا لكن في ناس ما بيكون عندهم هذا الدعم رسالة أخيرة نحن نحن رسالة أخيرة نحن نحن إنه لو أنا بدي أشتغل على شيء والناس قالت لي لا إنه مش رح تنجح وفشلت ما نجحت أو ما وصلت إلى البدية ما إحنا كنا عارفين والله ميت مرة قلت لك إنه دير بالك ولو نجحت هذا بعرفه من زمان طول عمره ناجح الناس مش هتبطل حكي إنت ما هتبطل شغل نعم جميل جداً شكراً كل الطاقة اللي بتعطينا إياها دكتور يعني في الصباح نتمنى لك بالتوفيق وإلنا أكيد لقاءات قادمة أهلا فعلتك دائما